بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف السادس الابتدائي في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة الرياضيات درسنا اليوم الدرس السادس في الفصل العاشر بأنوان مساحة سطح المنشور الرباع فكرة الدرس إيجاد مساحة سطح منشور الرباع كالليه في البداية كده نتعرف على أوجه المنشور احنا أخذناها مرة قبل كده في تعريف المجسمات وعرفنا أن المنشور الرباعي مكوّن من كام وجه أيوة نقدهم كده واحد اثنين ثلاثة اربعة وفوق خمسة وتحت ست يبقى فيه ست أوجه من المنشور الرباع مجموع مساحات الأوجه هذه بنسميها مساحة سطح المنشور الرباع يعني احنا لو جبنا كل وجه الحاله خلينا نتكلم على المنشور هذا ان احنا عملنا له فردناه فكنا المنشور وخلينا أوجهه لحالها هيطلع لي بالشكل هذا لو جينا تكلمنا على كل شكل الحاله أو كل وجه جبنا مساحته وجمعنا الأوجه كاملة يطلع لي مساحة المنشور الرباعي كامل طبعا الرسمة شكلها تلغبط شوية إنما القانون سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة احنا متفجين من درس حجم المنشور الرباعي إن احنا عندنا فيه طول وعرض وارتفاع متفجين على الكلام هذا قانون المنشور الرباعي أو قانون عشان يجيب مساحة سطح المنشور الرباعي بيساوي اتنين الطول في العرض زائد اتنين الطول في الارتفاع زائد اتنين العرض في الارتفاع ببساطة تاني هنضرب أول شيء الطول في العرض في اتنين نجمع عليها الطول في الارتفاع في اتنين نجمع عليها العرض في الارتفاع في اتنين يعني كل مرة بناخد رمزين مع بعض ونضرب في اتنين خدنا مرة الطول مع العرض العرض مع الارتفاع الطول مع الارتفاع كل مرة بنضرب دول ونضربهم في اتنين وفي الأخير بنجمع الإجمال يبقى عبارة عن مساحة سطح المنشور الرباعي المجلوب رمز ميم بيسوي مجموع مساحة اوجه الستة اللي هي اتنين الطول في العرض زائد اتنين الطول في الارتفاع زائد اتنين العرض في الارتفاع طب حد يسأل نفسه سؤال ليش معنى اتنين؟ مش معنى عدد الاثنين هو المقرر معايا في كل مرة؟ لان كل وجهة من الأوجه للمنشور الرباعي مقرر مرتين يعني دي الأوجه الجانبية عندي وجهين ونفسه بعض الأوجه السفلي ووجه العلوي مقرر مرتين وهو نفسه بعض ووجهين الخلفي وأمامي نفسه بعض فبالتالي بالليه كل وجهة منهم مقرر مرتين فبالتالي بجيب المساحة بضرب الطول في العرض. ثم الارتفاع في اتنين العرض في ارتفاع في اتنين طيب نشوف المثال يتحلم oils ازاي يقول لي هنا مثال صفحة 198 اوجد مساحة سطح المنشور الرباعي زي ما كنانا مارد في الحجم من الجيب الطول والعرض والارتفاع الطول عند هنا القاعدة عند عبارة فرق طول وعرض الكبير دايما الطول والصغير العرض يبقى الطول 7 والعرض 5 والارتفاع 4 بعدها ببتدي عوض في القامون بجيب اول شيء 2 الطول في العرض يبقى 2 في 7 في 5 ممتازين 2 في 7 في 5 يساوي 70 بعدها بجيب 2 الطول في الارتفاع يبقى 2 في الطول 7 والارتفاع ب4 يبقى 2 في 7 في 4 يساوي 56 بعدها بجيب 2 في العرض في الارتفاع العرض عندي ب5 والارتفاع ب4 يبقى 2 في 5 في 4 5 في 4 ب20 ضرب 2 يساوي 40 ثم بجمع 3 اللي احنا طلعناهم 70 زائد 56 زائد 40 70 زائد 56 زائد 40 0 زائد 6 0 6 زائد 6 6 زائد 0 يساوي 6 7 زائد 5 12 12 زائد 4 يساوي 16 يبقى الاجابة 166 سنتيمتر مربع ولاحظ معايا سنتيمتر مربع ليه لان هذا مساحة احنا تفاجنا على ان الحجم بنجيبه بالسنتيمتر المكعب او بالمتر المكعب على حسب ما يطلب مني انما في المساحة لازم بالمربع طيب نشوف مثال صفحة 198 تحقك من فهمك بيقول لي اوجد مساحة سطح المنشور المقابل متفجين على ان اول شيء لازم نعمله ايه ايواني جيب الطول والعرض والارتفال الطول عندي هنا القاعدة عندي باخد طبعا القاعدة من فوج او من تحت الاتنين واحد ما احنا قلنا ان القاعدتين دول متطابقتين الطول عندي باربعة والعرض بثلاثة والارتفاع باثنين فبالتالي بكتب قانون المساحة يساوي اتنين الطول في العرض زائد اتنين الطول في الارتفاع زائد اتنين العرض في الارتفاع واضح القانوني أبطال بضرب الأول الطول في العرض وضربه في 2 الطول في الارتفاع في 2 العرض في الارتفاع في 2 القانون بسيط جدا ما فيهوش أي مشكل ميم يساوي 2 في الطول ب4 في العرض ب3 يبقى ده الجزء الأول زائد 2 في الطول ب4 في الارتفاع ب2 ده الجزء الثاني الجزء الثالث 2 في العرض ب3 في الارتفاع ب2 بعدها بابتدي أضرب كل مجموعة مع بعضها والناتج تبقى تحتها 2 في 4 8 8 ضرب 3 يساوي 24 زائد 2 في 4 8 8 ضرب 2 يساوي 16 زائد 2 ضرب 3 6 6 ضرب 2 يساوي 12 أصبحت العملية عندي بسيطة جدا كل المسألة بتاعتي دلوقتي أصبحت مسألة جمع أجمع 24 زائد 16 زائد 12 24 زائد 16 يساوي 40 40 زائد 12 يساوي 52 يبقى المساحة عندي يساوي 52 ونرجع لوحدة القياس عندي بالمتر يبقى 52 متر مربعة ممكن نكتبها كده المساحة يساوي 52 متر مربعة تكتبها بالشكل ده صح أو بالشكل ده صح واضح يا بطال طيب نشوف مثال صفحة 199 أمثلة تأكد عندي المسال رقم 1 و 2 بيقول لي أوجد مساحة سطح كل منشور في مات انتفاجنا على أننا أول شيء لازم نحدد الطول والعرض والارتفاع القاعدة عندي هنا اللي فوج فيه بعدين بعد ثمانية وبعد بسبعة يبقى الكبير ثمانية في الطول والصغير في العرض الارتفاع عندي واضح هنا بكام بست قانون ميم يساوي 2 لام في ضاد زائد 2 لام في عين زائد 2 ضاد في عين يبقى ميم يساوي أول شيء 2 في الطول بثمانية في العرض بسبعة زائد 2 في الطول بثمانية في الارتفاع بستة زائد 2 في العرض بسبعة في الارتفاع بستة يبقى الميم أو المساحة بيساوي كل مجموعة منهم بتتربحث بعضها وبنطلع الاجابة تحتها 2 في 8 في 7 اطنين او اول شيء نضرب تمانية في سبعة بستة وخمسين بدبلها لاني نضربها في اثنين طبعا عملية التربعة عملية ابدالية اللي اسهلك اضربه اضرب الى الثمانية في سبعة انا منوجه تنظري كده اضرب الاول تمانية في سبعة بستة وخمسين بستة وخمسين ضرب اثنين يساوي مية و اتناش واضح يا ابطال طيب أول شي أضرب 8x6 بـ 48 48 ضرب 2 يساوي 96 زاد هنا أضرب 7x6 بـ 42 42 نضربها في 2 يساوي 84 انت كده أعتبر خلصت الجزء الصعب اللي في المسألة الجزء الطويل خلاص اللي موجود عندك باقي ما أمريت جمع 112 زاد 96 زاد 84 ببساطة أجمع 2 عايز تجمع الأحد مع الأحد مع الأحد وهكذا عايز تجمع المئات الأول يعني عندي هنا 100 زاد 90 زاد 80 وبعدها نجمع الـ 12 على الـ 6 على الـ 4 يعني 12 زاد 6 18 18 زاد 4 يساوي 22 22 نجمع المئات ثم 90 ثم 80 أنا أحلها ببساطة 2 زاد 6 8 8 زاد 4 12 2 وفي اليد 1 1 زاد 1 2 2 زاد 9 11 11 زاد 8 أيوة 19 9 ومعايا الـ 1 1 زاد 1 كام 2 يبقى إذن المساحة يساوي 22 92 يبقى الشغلة عندي في المسألة هنا مش قوانين بقى زيادة لا ده شغلة عمليات ضرب وجمع هو اللي بيطول معايا المسألة هنا عملية الضرب وعملية الجمع إنما الفكرة بتاعت الدرس نفسه اللي هو قنون مساحة سطح المنشور سهلة جداً مفاش أي مشكلة يبقى مساحة سطح المنشور طلعت 292 متر مربع لأنه أنا جاب لي الأبعاد بالمتر طيب المسأل رقم 3 مديني هنا منشور رباعي يبقى عن 3 أبعاد الطول عندي بـ 15 والعرض بـ 7 والارتفاع بـ 2 خلينا نحل بجلم مختلف عشان نوضح إيه بين المسألين القاعدة بتاعتي ميم يساوي 2 لام في ضاد زائد 2 لام في عين زائد 2 ضاد في عين يبقى المساحة يساوي 2 في الطول بـ 15 في العرض بـ 7 زائد 2 في الطول بـ 15 في الارتفاع بـ 2 نقول هنا زائد 14 14 في 2 بـ 28 لاحظ معي مسألة الضرب هي الممكن تطول معي شوية إنما بعدها تلاقي بمسألة بسيطة جدا يبقى المساحة يساوي 210 زائد 60 يساوي 270 270 زائد 28 أيوة حسن يساوي 298 ونرجع الوحدة للقياسة المتبعة عندي في المسألة بسنتيمتر يبقى بيساوي 298 سنتيمتر مربع ليه لإن دي مساحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح هذا الدرس نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في قروبات الواتساب والتليجرام تعليمنا مستمر بهمتكم دمتم بخير